السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة شروحات تعلم اللغة الهولندية هذا الجزء هو الجزء الثاني بالنسبة لامتحان معرفة المجتمع الهولندي إلى هولندا أو نحو هولندا سنتعرف عن الأسئلة الموالية اشتركوا في القناة سؤال رقم 47 هيفت نيدرلند اين политيكو بارتاي أو مير политيكو بارتايين؟ هيفت نيدرلند اين политيكو بارتاي أو مير политيكو بارتايين؟ قال لك وش هولندا عندهم حزب سياسي واحد ولا بزاف دي الحزاب السياسية جواب هو مير политيكو بارتايين؟ مير политيكو بارتايين؟ سؤال 48 واتس دي فانتسي فان دي زمان؟ واتس دي فانتسي فان دي زمان؟ شنو هو المنصيب دي هاد الراجل؟ الجواب هو بيرخميستر بيرخميستر العمدة سؤال 49 اس ديسكريميناتسي تخستان نيدرلند؟ اس ديسكريميناتسي تخستان نيدرلند؟ قال لك وش التمييز العنصري وش مسموح بيه في هولندا وش قانوني تخستان نيدرلند؟ جواب هو؟ نيي نيي لا سؤال رقم خمسين هل هل هناك أوه؟ هذه المناعة وأثناء بإمكانك المram. ، اشتركوا في هذا التقدم، وياها هذه المختصصات ال�tilانية ولا صحيح ال� trag probableين itالك أو الوصول عن الوصول. الطب هو ال��면 نفس الحقوق ال telefon ال accelerator سؤال رقم واحدة و خمسين مووغن فرouwen in circles ذ隊 م이 تقدر المرة في هولندا تختار بوحدها معا من تزوج الجواب هو يعني هي حرة في الاختيار دياله سؤالう نهو خمسين هت تو nous اتتخلص المحاية اليوم بالتخặل угبير المديions في هولندا يفهم الأ chil ghira قانوني ولا اف توخسين ولا قانوني في هولندا إس هتتسcriminيرن فان هموسيكسيالين صرافبار أو تخصّا اين نيدرللد الجواب هو صرافبار صرافبار غير قانوني يعني ما قدير شبنة مجمع جميعز ممكنش الانساريا زيما سؤال 35 هيفت نيدرللد أين ستاتس غدث أو زين увер غدث دينست هيفت نيدرللد قل لك واش في هولندا؟ واش كين غير دين واحد؟ ولا كين بزاف دي الأديان الجواب هو سؤالة ربع وخمسين زين دو كرانتن راديو انتليفيسي فراي انهن مينيغ ان نيدرلونت؟ جواب هو يا يا نعم قل لك واش الإعلام التلفازة والراديو واش هما حرين في الرأي ديالهم؟ جواب هو نعم سؤال خمس وخمسين هيف تنيدرلونت فيل تلفزي كانالا اف اس ار؟ اين ستاتز تلفزي؟ يعني قل لك واش في هولندا كين بزاف دي القنوات التلفزية ولا كين اغير واحدة الجواب هو إرزاين فيل تلفزي كانالا إرزاين فيل تلفزي كانالا سؤال خمسين إس هوموسيكسيالتايت تخستان اف ستراف بار ان نيدرلونت إس هوموسيكسيالتايت تخستان اف ستراف بار ان نيدرلونت قل لك واش قانوني ولا غير قانوني في هولندا الجواب هو تخستان يعني مسموح بي قانوني تخستان السؤال رقم سبع وخمسين إس واپن بزيت تخستان اف ستراف بار ان نيدرلونت إس واپن بزيت تخستان اف ستراف بار ان نيدرلونت قل لك واش هي زاد سلاح واش هي قانونية ولا غير قانونية أي واش مسموح بيها ولا غير مسموح بيها في هولندا الجواب هو ستراف بار ستراف بار غير قانوني أي غير مسموح بي سؤال جمني وخمسين إس فراون بزنيدنس تخستان اف ستراف بار ان نيدرلونت إس فراون بزنيدنس تخستان اف ستراف بار ان نيدرلونت قل لك واش الخيشانة دي النساء واش قانونية ولا غير قانونية في هولندا الجواب هو ستراف بار ستراف بار غير قانوني او غير مسموح بي سؤال سعد وخمسين إس هات سلاح فراون تخستان اف ستراف بار ان نيدرلونت إس هات سلاح فراون تخستان اف ستراف بار ان نيدرلونت قلق وش درب النساء في هولندا وش مسموح بي قانوني ولا غير قانوني في هولندا إس هات سلا جواب هو ستراف بار غير قانوني هبن ألمنسن النيدرلند هتزالف ده خلوف هبن ألمنسن النيدرلند هتزالف ده خلوف قلق وش في هولندا ناس عندهم قلق وش قلق الناس عندهم في هولندا نفس الاعتقاد كيف ما كتشو معنا هناك كنيسة هناك مسجد الجواب هو ني كله واحد عنده الاعتقاد دياله السؤال وحده السين welك تال سبريكن دي منسن النيدرلند ولك تال سبريكن دي منسن النيدرلند أي لغة يتحدثون ناسو بيها في هولندا الجواب هو نيدرلند نيدرلند الهولندية لغة الهولندية سؤالتني ناسين اس هت بلان غايك ام سنال نيدرلند ست ليرن اس هت بلان غايك ام سنال نيدرلند ست ليرن وش من المهم تعلم لغة الهولندية في أسرع وقت الجواب هو يا نعم يا نعم ماذا تعلمت في دروس لغة الهولندية جواب هو دي نيدرلند ستال دي نيدرلند ستال تعلم لغة الهولندية سؤال ربع وسين متقو فور انتال كورسس بتالن متقو فور انتال كورسس بتالن قلقوش واجب عليا في دورة قل تعلم لغة الهولندية نخلص بتالن أن أدفع كيف ما كتعرفو ففي هولندرة ما كنا شي حاجة فابور كل شي بالفلوس الجواب هو يا نعم يا مدرسة ما شي فابور سؤال رقم خمس وسين في بتالت دي تال كورسس في بتالت دي تال كورسس يعني من يدفعو لك من أجل تعلوم لغة اك بتال زيلف اك بتال زيلف من تال راسك كتخلص لا راسك سؤال خمس سوسسين عفوان كيندرن انفول وسنن سؤال سبعو السين جواب جواب ماذا نريداً للمنزلهم ي أخذ بزيك أحد مدちورك؟ قال لك شنو كيديرو الهولنديين من اللي كيبغيو يمشو يزورو شي واحد زو ماكن ميستال ان افس براك زو ماكن ميستال ان افس براك كياخدو واحد الموعد عاد باش كيمشو يزورو يعني كعيطولي في تلفون كيقولو لحن اجيين سؤال سعدو السين أس و مصدل اعنا وو Wooden خكسبال cholاندا و اش كيعيشوا مع اولادهم و لكيعيشوا بحدهم العواب هو plante بعض للحي pals سؤال رقم 70 الآن جزور افت факار الرسوات الجزء جزارات لديوتاً الجزء الاعتمد جزء واحظ الجزء الاعتمد تاليا محرح اللقم من أجل تعلم اللغة الهولندية جيدا قل لك خاصك تفرج مع الدراري الصغار في التلفازة خاص تشوف البروغرامة ديال الدراري الصغار الجواب هو يا يا نعم مالي كتشوف مع الدراري الصغار في التلفازة كتفهم اللغة الهولندية مزيان سؤال رقم 71 مالي كتشوف في التلفازة قل لك في هولندا من المسؤول عن ما يفعله الأطفال؟ مالي كتشوف في التلفازة الجواب هو الاباء كيف أصدقائي الأشياء في المنزل عندما يذهب إلى المنزل؟ كيف أصدقائي الأشياء في هذا المدرسة؟ أصدقائي الأشياء في إيهاني في أتدار من أفضل كبير أهل منطقت الشريعة؟ فاناف، وَلْكُّ لِيفتَيْتْ إِسْ أُنْدَرْوَيْسِ فَرْبِيْغْتْ نَيْدَرْلَنْتْ يعني منذ أي، يعني فاناف ابتداء من أي عمر، التعليم فهو إجباري أو ملزم في هولندا فاناف، وَلْكُّ لِيفتَيْتْ إِسْ أُنْدَرْوَيْسِ إلى آخرة، 5 سنوات، 5 سنوات، 5 سنوات، 5 سنوات، 5 سنوات، 5 سنوات، واجب عليك، إلزامي فاناف، وَلْكُّ لِيفتَيْتْ إِسْ أُنْدَرْوَيْسِ فَرْبِيْغْتْ نَيْدَرْلَنْتْ كيف مش نفس سؤال، سابق فاناف، دبا، فاناف، فاناف، وَلْكُّ حتى أي عمر التعليم إلزامي في هولندا أما فاناف، تعني، الجواب هو أختين يار، فاناف، تعني منذ لئر، لئر، كيندرن عارس بطار، سنوات؟ جواب يا يا نعم سؤال سو سبعين في كيست النيدرلوند دسخول فور هات كينت في كيست النيدرلوند دسخول فور هات كينت شكولي كيختار في هولندا المدرسة للطفل ديالو في كيست النيدرلوند دسخول فور هات كينت دو او درس دو او درس الابا سؤال رقم سبعو سبعين زين ار نيدرلوند دسخول فور هات كلاسين فور جونس ان فور ميشيس زين ار نيدرلوند دسخول فور هات كلاسين فور جونس ان فور ميشيس قال لك وش في هولندا هل في هولندا المدرسة هناك اقسام للفتيان واقسام للفتيات يعني كل قسم الراسة دريري بوحدهم ودريات بوحدهم ناي لا سؤالت منيو سبعين دراخن كينترن ان نيدرلوند وبسخول ان اونيفورم دراخن كينترن ان نيدرلوند وبسخول ان اونيفورم قال لك وش دريري الاطفال الاطفال كينترن في هولندا في المدرسة وش كي لبسو حد الليبس مدرسي انيفورم موحد كامنين كي جو لبسين فحل فحل الجواب ناي انتا حر لبس الليب غيتي ناي قال تسعدو سبعين سؤالت منيو سبعين أرجاء سبعين ولم سبعين سبعين ولم لعب ولتعلم سؤالت منيو سبعين فورتغزيت إيس دات فور كندرن فاناف 4 jaar أو فاناف 12 jaar فورتغزيت إيس دات فور كندرن فاناف 4 jaar أو فاناف 12 jaar غالكوش تانيم تانوي للأطفال ميبتداء من 4 سنوات أو فاناف 12 jaar ولا 12 سنة الجواب هو فاناف 12 jaar 12 سنة فاناف 12 jaar سؤال 81 خان ألو كندرن فاناف 12 jaar نات هتزلف دسوورت اندروايس خان ألو كندرن فاناف 12 jaar نات هتزلف دسوورت اندروايس أوف زين ارتوي ريغتنن غالكوش كمشور أطفال كاملين فاناف من 12 عام كيمشو كاملين نفس التعليم ولا كيمشو مفرقين كل واحد كيدا ختيصاص ديالو أرزاين ارتوي ريغتنن طورق مختلفة أرزاين توي ريغتنن كل واحد كيعزل شعبة أرزاين توي ريغتنن أقبل أرتوي ريغتنن pur أغلبات ترجمة نانسي قنقر المعنى دل هات السؤال هو إلى أي عمر يسمح الشباب بمعرفة اختياراتهم فناف اختين يار منذ تمانية عشر السنة السؤال الرابعة وثمانين هل يجب تأمين نفس ديالي من المصارف الطبيع ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر فيه وتعالي من المصارف الطبيعا إلى مراتيف عولانده هذا هو المعنى دي لاتسؤال مين بارتنر مين بارتنر هذا هو الجواب الصحيح سؤال سوة و تشمانين لو كنت مراتن سواء، مين بارتنر سواء ولتسؤال سواء ولتسؤال سواء ولتسؤال نار دهيسارتس نار دهيسارتس إلا تابيب وار حالت مين نيدرلان ميديسيين ام ريسيبت وار حالت مين نيدرلان ميديسيين ام ريسيبت ما نديلت سؤال هذا هو من أين يحصل المرء على الوصفة طيبية وار حالت مين نيدرلان ميديسيين ام ريسيبت جواب هو بي دهيبت بي دهيبت بي دهيبت مين السيدالية وار حالت مين نيدرلان ميديسيين ام ريسيبت وار حات بي الإن نيدرلوونط اي نوت تغفال نار تو المعنى ديل هات السؤال هاده وإقول لك فين قتمشي إلا كانت عندك شي حالة طوارق مثلا فين غادي تمشي جهر الشيليح احفظ مني يتدكي اشجبت فما قتشوف السورة تحركت نار هات زيكنهاوس نار هات زيكنهاوس هدا هو الجواب الصحيح إلى المستشفى غالك أين يعمل معظم الاختصاصيين سبيسياليستين إن هات زيكن هاوس في المستشفى فور في هات كونسلتاتسي بيرو كيف ما كتشوفوا معنا حاطين تم ماوحد دري صغير غالك فور في هات كونسلتاتسي بيرو المعنى ديال هات السؤال هادا هو من أجل من هاد الاستشارات المكتبية كونسلتاتسي بيرو جواب هو فور كلاينو كيندرن فور كلاينو كيندرن من أجل أطفال صغار في فيركن اير ان نيدرلونت في فيركن اير ان نيدرلونت قال لك من يعمل في هولندا كيف ما كتشوفوا معنا هناك رجل ومرأة خدامين في شمحان ديالورد جواب هو منين وفرون منين وفرون رجل ونسى قلت اي متخصني مشي نقلب على خدمة وش في اقرب وقتين ممكن ولا من بعد جواب هو زو سنل مخلق زو سنل مخلق قل لك فين كان العمل قليل فين تقدر توجد العمل قليل في هولندا كيف ما كتشوفونا معنا في الصورة هناك ما الصحة والفوق هناك الفابريك مشي حاجة كتعلق بالفابريك يعني فين تقدر تلقى عمل قليل هذا هو المقصود بعد السؤال الجواب هو في الصناعة كان الخدمة قليلة سؤال 94 قل لك اينا تجد عمل كتير في هولندا فين تقدر تلقى الخدمة موجودة هناك في الصورة هناك الفلاحة والتحت في المستشفى الجواب هو في الرعاية الصحية سؤال 95 كيف تجد العمل بسهولة في هولندا كيف ما كتشوفو معنا هناك كنين ناس ديال لك جمعوزبل كنت ما الامن و لا سيكريته جواب هو إن دي بوائلجين إن دي بوائلجين في الامن كنل جدما موجودة في هولندا في الامن إن دي بوائلجين المعنى دي الهد سؤال هادا هو غال كيفاش لقيت يخدمس بطريقة سهلة واش عبرا قراءاتوك للصحيفة او لا عن طريق العائلة الجواب هو فيا فاميلي العائلة ديالك لك أنت العائلة ديالك تمك فدغيات قدرت لقاء خدمة السؤال رقم 97 المعنى ديال هاد السؤال هادا هو غالك اين يمكنك التسجيل إلا كنتي كتقلب على خدمة فين يمكنك تسجل باش تلقاء الخدمة الجواب هو باي ان اوتزنت بيرو باي ان اوتزنت بيرو في واحد المكتب باللغة العربية لي هو مكتب التوظيف سؤال 98 خيفت من الكار النيدرلاند باي ان سوليستاتسي خسبريك المعنى ديال هاد السؤال هادا هو غالك وملي كتكون عندك واحد المقابلة مثلا ديل التوظيف ولا شي حاجة واش؟ كتعطاي ايدك هيل ولا كتسلم عليه ولا غير كتجي كتدخل وكتجلس جواب هو من جيفت الكار ارسط انهان من جيفت الكار ارسط انهان سؤال رقم تسودتسين المعنى ديال هاد السؤال هادا هو هو واش غادي تحصل على اعانات في هولندا ولو بواجب على الشريك ديالك اعتاني بك الجواب هو من بارثنر مت فور ماي زورخن من بارثنر مت فور ماي زورخن مراقل اعانات لولو الشريك ديالك لخسوم اعتاني بك سؤال ميا هاد طبيب يا سواري هاد طبيب يا سواري ان نيدرلاند ديالك Parliament خوت كوب قال لك وش الحياة في أولندا وش غالية ولا رخيصة بطبيعة الحال فالحياة في أولندا is دور غالية الجواب هو دور كان هذا هو الجزء الثاني فيما يخص إكزامن فراخن كنسفان دون نيدرلوند سو سامن ليفينغ أتمنى أن تكونوا قد استفدتم جيدا وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد إن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد